اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم اصدل السطار رسميا على مشوار كالوس كيروش الموديل فني البرتغالي مع منتخبنا الوطني واعلن انتحاد الكرة رسميا اليوم انتهاء التعاقد بين الاتحاد وكيروش بالتراضي وانتهت هذه العلاقة حتى الان او للابد يعني غالبا للابد ربما كالوس كيروش ما يرجعش تاني لمنتخب مصر راجل مشواره التدريبي يقترب من الانتهاء حتى لو عنده تجربة اخرى ربما لا يعود مرة اخرى للمنتخب الوطني الحكاية ايه بقى؟ الحكاية ايه؟ كلنا كاعلاميين وكصحفيين ان الحضراتكم خلال الايام الماضية ان كالوس كيروش مكمل مع منتخب مصر ده بناء على ايه؟ بناء على اتفاق في اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة المصري باغلبية اعضاؤه كانوا مع فكرة استمرار كالوس كيروش وكان الحديث عن هيقعد لحد 2024 ولا 2026 وده اللي كان من المفترض اعضاء اتحاد الكرة هينقشوا النهاردة العقد الجديد يبقى 2024 ولا 2026 قبل اجتماع اتحاد الكرة جمال علام عمل فيديو كونفرنس مع كالوس كيروش وكان فيه رغبة من الطرفين على الاستمرار بس كالوس كيروش طلب بعض الطلبات منها تطوير الملاعب ارضية الملاعب تطوير المسابقات في الدوري وفي الكاس يبقى فيه معسكرات طويلة يقدر يعد فيها مع المنتخب بشكل اكبر يبقى فيه مباريات ودية يبقى فيه مساحات زمنية متاحة انه يقدر يجمع فيها المنتخب كل فترة دي كانت طلبات كالوس كيروش وكان جمال علام او استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة كان مرحب بهذه الامور بعدها بساعة قبل اجتماع اتحاد الكرة قبل لغ كالوس كيروش في لسانة نصية جمال علام انه مش عايز يكمل مع منتخب مصر او مش هيقدر يكمل مع منتخب مصر الفترة اللي جاية وقال له انه ما عندوش مشكلة فيه ما تبقى من تعاقده مع المنتخب المصر وعايز يخرج بالتراضي وعايز يخرج بشكل كويس من منتخب مصر دون اي مشاكل او اي ازمات مع تمنياته بكامل التوفيق للمنتخب في الفترة اللي جاي لكن والمؤكد ان كان رغبة اتحاد الكرة المصري باغلبية الاعضاء هي استمرار كالوس كيروش مع منتخب مصر دي فرصة زهبية بالنسبة لي انه اتكلم عن الراجل ده بحرية الان او الرأي بحرية خلاص او مش موجود مع منتخب مصر ولا مرشح للاستمرار مع منتخب مصر كان دايما في الايام اللي فاتت بتحفظ شوية اه كنت بقول مميزات الراجل واللي عامله مع منتخب مصر بس بتحفظ عشان اتحاد الكرة يبقى صاحب قراره وسيد قراره في بقاء كالوس كيروش او تبديله بمدرب اخر عشان باش اسمنا بنحاول نضغط بشكل او باخر كل واحد حر هو اتحاد الكرة اللي بيدير وهو اتحاد الكرة اللي عارف المصلحة تكون عاملة ازاي بالمعايير اللي هكلمكم عنها بعد شوية وهكلمكم عنها اكتر بكرة كمان بتفاصيل كثيرة جدا بس الراجل ده مع منتخب مصر في ست شهور حقق نجاحات عريضة وكبيرة في فكرة المشروع بتي تقول لي نجاحات عريضة كبيرة ده احنا خسرنا كاس افريقيا ده احنا موصلناش كاس العالم ده احنا مكسبناش البطهور العربية بس تعالى بقى اقول لك يعني ايه مشروع ويعني ايه تبدأ في مشروع ويعني ايه تنجح في بدايات المشروع بتاعك ايه مشروع في الدنيا انت بتحاول تبني حاجة عشان تاخد النتاج بتاعها بعد سنوات بعد سنوات اللي بقاله ست شهور ده بصي لنهاي كاس الامم الافريقية وانت معاك منتخب حضرتك حضرتك اللي قلت ان الجيل ده لا يستطيع الوصول لنهاي كاس الامم الافريقية وانا متأكد وانت معترض على كالوس كيروش انت برضو نفس الشخص اللي قال ان المفروض المنتخب الحالي يحصل فيه تطوير كبير جدا عشان ده منتخب مش مؤهل ان يوصل لمراحل بعيدة وصل لنهاي كاس الامم الافريقية وصل لاخر نقطة في نهاي كاس الامم الافريقية ضربات الترجيح عمام السنغال في تصفيات كاس العالم لو انت قبل قلت وسكيروش كنت لعبت المنتخب السنغالي او جالك منتخب السنغالي في المرحلة النهائية من التصفيات كنت هتقول مستحيل اكسبهم مستحيل اكسبهم خلى عندك الطموح كسبهم في مبارات الزهاب خسر في مبارات العودة بنفس النتيجة والضربات الترجيح رجحت برضو السنغال طيب في اي بلد في العالم في اي بلد في العالم لما يجيبه مدرب اي اتحاد كرة في العالم يجيب مدرب يقول له انا عايز منك مشروع المشروع ده يتطلب انك تقدر تحط لي عناصر جديدة لمنتخب مصر عناصر شابة وعناصر لها خبرات اطلب منه ان انا عايز هلعب بطريقة لعبة معينة عايز كل البطولات اللي نفس فيها اكسبها على فكرة بس في بعض المنتخبات وبعض الاتحادات يطلبهم المدرب انا عايزك تكسب البطولة دي والبطولة دي مش مشكلة حضر فيها او عايزك توصل لنصف النهائي في البطولة دي والبطولة ديت انا عايزك تاخد البطولة البطولة دي انا عايزك توصل للنهائي بس مثلا مثلا احنا عشان عارفين إن إحنا منتخب مصر فإحنا أي بطولة بنفس فيها لازم نكسبها بس تعالى أقولك حاجة بمنطقية شديدة بهدوء شديد لو إحنا تعاملنا بتصنفنا بين المنتخبات الأفريقية الكبيرة دلوقتي هتلاقي فيه منتخبات مسابقانة مسابقانة في إيه؟ في تشكيلة من اللاعبين مميزة جداً بتحترف أو محترفة في أكبر الدوريات الأوروبية طيب يا سيدي ما إحنا كنا يا ما بنكسب بطولات باللعبة المحلية أرجوك يا فندم أرجوك بلاش تقارن بالجيل بتاع 2006 إلى 2010 أنت على مدار السنين اللي قبلها كنت تفوز بصعوبة جداً سيبك من البطولتين اللي في الأول في كاس الأمم الأفريقية اللي همها 57 و59 كنا متشارك بتلات منتخبات بس يعني كان مصر والسودان وأسيوبيا فهي بطولة مش كبيرة همها تلات منتخبات فطي قدرت تكسبه بعد دول أنت ما كسبتش بطولة إلا في 86 يعني بعد 30 سنة كسبت كاس الأمم الأفريقية واستنيت وبعدها طبعاً بربع سنين وصلت الكاس العالم 90 استنيت 8 سنين كاملة عشان تكسب كاس الأمم الأفريقية 98 وكان لها ظروف وكان وقتها المنتخب الناجير اللي هو أقوى منتخب في قار الأفريقية واحد من أقوى المنتخبات في العالم وقتها لو تفتكروا ناجيريا 98 دي كان مستبعد من قبل كاف لأمور تأديبية وقتها بس كسبنا البطولة المجهود طبعاً بإمكانيات عظيمة لجيل رائع استنينا حد 2006 عشان نكسب بطولة أخرى ده الجيل الاستثنائي لكن احنا على فترات طويلة وبعيدة طبعاً مش تكلمك على كاس الأمم اللي احنا 90 لحد 2018 كان في 28 سنة بس على مدار تاريخنا ما عندناش قعدة ثابتة في القوة باستثناء الأربع سنين الاستثنائيين انت على مدار التاريخ ما فيش نظام انت بتستنى دايماً الاستثناء دلوقتي انت مش المنتخب الأقوى في القرى الأفريقية ده بشكل واضح طيب عشان نبقى المنتخب الأقوى في القرى الأفريقية عشان لما يجلنا أي مدير فني ساعتها نقوله احنا بنكسب بجيل رائع جداً من اللاعبين وأي مدير فني كسبنا عشان نوصل للمرحلة دي لازم يبقى فيه تفاصيل كثيرة جداً منها اللي تكلم عنها ملاعب سليمة الناس تعرف تلعب عليها بشكل كويس كل الملاعب بتاعتنا تبقى مؤهلة ده واحد اتنين عندنا قطاع ناشئين فعلاً محترم مش قطاع ناشئين فيه مدرب الفلاني بيجيب فيه من أخوه ومن عمته ومن عمه قطاع ناشئين في كل الأندية مش بسمي نادي بعينه وكلنا عاشين الكلام ده كم مرة يجينا تلفونات هو أنا ابني ينفع يخش هو أنا فلان يخش ومدربين كتير جداً يبقى اللي يتم اختياره لقطاع الناشئين أو فرق الناشئين هو لعب مؤهل حقيقي ويتم تأهيله بقى في قطاع الناشئين بشكل محترم طب عشان يتم تأهيله بشكل محترم يبقى مدربين اللي بيدربوا قطاع الناشئين مدربين كبار مميزين لهم خطة وأسلوب احترافي كبير مش لاعب بيعتزل فنكرمه ان احنا نديله فريق في الناشئين هو لسه ما عندوش اي خبرات بالعكس انت حرارك تجيب مدرب كبير ومحترم في قطاع الناشئين حرارك تصرف على قطاع الناشئين ده اكبر كمان ما بتصرف على الفريق الاول انك تجيب مدرب وتديله لاتب كبير المدربين اللي بياخدوا لاتب كبير في قطاع الناشئين مش تجيب مدرب تديله 4-5 دا عشان هو لسه معتزل فأي واحد هياخد اي رقم يشتغل عشان ده اللي هيأسس لنا بعد كده جيل محترم للمنتخب الاول عشان يبقى عندنا قاعدة قاعدة من اللاعبين المحترفين خد بالك انا قدت الكلام ده قبل كده احنا اكيد الكواليتي بتاع اللاعب بتاعنا خلقة ربنا يعني مش اهل من الكواليتي بتاع اللاعب مثلا السنغال بس الفرق بين اللاعب بتاعي واللعب بتاع السنغال ان الراجل ده الراجل بتاع السنغال بيلعب في الدولة الانجليزية بيحتاج من منشستر سيتي وليفربول ومنشستر نايتد وتوتنهام واحنا اللاعب اللي في مصر بيحتاج بفرق يعني مش طبعا مش بنفس القوة كامل احترامنا لكل الفرق فانا عشان حسبه واقوله انت لعب كويس وانا مش لعب كويس لازم ادينه نفس الاحتكاك اللي بياخده لعب السنغال وساعتها اقدر بكل صراحة احسب اي مدير فني يجي المنتخب مصلم يبعندي منتخب قوي جدا منتخب كله محترفين اقدر حسب المدير فني المنتخب مصلم اقوله لا لا انت بص اللعبة اللي عندك عاملة ازاي بتلعب في دوريات عاملة ازاي انت شايف امكانياتنا عاملة ازاي شايف المهارات اللي عند اللعبين عاملة ازاي شايف كطاع الناشئين بيطلع عندها لعب عاملة ازاي شايف الملعب عندنا عاملة ازاي شايف كل التفاصيل اللي ليه علاقة بكرة القدم عاملة ازاي شايف حجم التنافس في الدوري اللي فيه عدد فرق 16 فريق مش 18 فريق او 14 فريق حتى عاملة ازاي شايف الفرق اللي في الدوري كلهم بينفسوا على الصدارة مش كلهم بيصروا على الهبوط اقدر ساعتها قلوم المدير الفني لكن المدير الفني القادم لمنتخب مصر هيعمل ايه لو بيواجه نفس الظروف وبيواجه نفس المنتخبات القواية الكبيرة وإحنا كمنظومة كورة ما بنعدلهاش كلها إحنا دايما نمسك في المدارد طيب كارلوس كروش مش خلاص مش جمنا مدير فني جديد هيلعب تصفيات كاس الأمم الأفريقية في شهر 6 اللي جاي عشان يلعب كاس الأمم الأفريقية بعدها بعام في كودي بوار لو الراجل ده لم يوفق وكسب هيمشي تاني هنفضل نلف نفس الدائرة مدرب يجي 6 شهور مدرب يجي 8 شهور مدرب يجي سنة ونمشيه ده ما بيحصلش ودتكم مثل بديديدي شامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي قبل كده وهعيده تاني وهفضل عيده تاني عشان ده بالنسبة لي أهم نموذج وأفضل نموذج مدرب تعاقدت معاه أو تعاقد معاه الاتحاد الفرنسي في 2012 بعد سنتين لعب كأس العالم 2014 وخرجت فرنسا بشكل سيء جدا من دور التمانية في كأس العالم مشي ما هو مفوض يقوله بقى احنا فرنسا احنا على الأقل نبقى في الفاينة أو السيمي فاينة مشي من دور التمانية وكسب دور الستاشر بالعافية وقتها وصعد دور التمانية وخرج لعب اليورو كأس الأمم الأوروبية هبتكلم على ديشام المدير الفاني المنتخب الفرنسي كأس الأمم الأوروبية في 2016 في فرنسا وخسر المباراة النهائية قدام البرتغال لأكيد كان وقتها على الورق أقل بكتير من المنتخب الفرنسي وكمان ده بيلعب على أرض المنتخب الفرنسي وخسرت وخسرت فرنسا المباراة النهائية ديشام مشي؟ لا من 2012 إلى 2016 خسر كاس العالم خسر اليورو ومكمل ديشام النتيجة كانت إيه؟ في 2018 بعد ست سنين من بقاء ديشام مديراً فنية للمنتخب الفرنسي وكان عليه انتقادات جماهرية كبيرة خد كاس العالم 2018 خد كاس العالم بعد عشرين سنة من فوز فرنسا بكاس العالم 98 فكرة الصبر على المشروع بالمناسبة مفيش فريق أو منتخب يقدر يخش أي ابطولة ووضم إنه يكسبها مفيش في العالم إلا لو أنت بقى مستواك يعني فريق جداً على فاكة ممكن يبقى عندك لعيبة محترفين وعندك قطاع ناشئين رائع وعندك ملعب عظيمة وعندك دوري محترم ومنظم وما فيوش توقفات وممكن تخسر برضو مهديك كرة دي اللعبة دي فكرة اللعبة مكسب وخسارة ممكن تخسر بس تبقى شايف مشروع ماشي بشكل صحيح وسليم هتخسر النهاردة بكرة أكيد هتكسب لو أنت عامل المشروع صح لكن فكرة إنه هنفضل كل شوية ندور في الدائرة بتاعة تغيير المدربين دي حاجة صعبة ومؤزية إيطاليا بالمناسبة وأنا قلت لكم المسأل بتاع إيطاليا ده قبل كده إيطاليا إيطاليا خرجت خرجت من كاس العالم اللي جاي للمرة التانية على التواني تخيل إيطاليا لكاس عالم لمرتين متاليتين ما بتشاركش والمدرب منشيني اللي لسه كاس باليورو مكمل مع إيطاليا مكمل عشان في إيطاليا شايفين إنه عنده مشروع وشايفين إيه بقى خد بالك من النقطة دي شايفين إيه إن إيطاليا كمنظومة كرة فيها خلل ما فيها مشاكل كثيرة إيطاليا يا جماعة ما عندهاش مهاجم صريح حتى هذه اللحظة إيطاليا مش قادرة تطلع مدافعين كبار بعد كيليني وبانوتي ما عندهاش ما عندهاش طيب هل أنا بقى كالتحاد كرة إيطالي أروح أحاسب المدرب أقولوا أنت اللي خسرتين الواحدة لا ما أنتو عندوك يا جماعة المنظومة نفسها فيها شوية مشاكل طب تعالوا نعدل المنظومة دي تعالوا نشوف الدوري فيه مشكلة تعالوا نشوف اليوفينتس اللي كان يبقى في السماء وفجأة ينزل للأرض تعالوا أقول لي ميلا ليه مش منتظم في السبات في المستوى بقى له فترة السنة دي صريح بينافس على الصدارة بس كان بقى له فترة مختلفة في الفرق الكبيرة دي المشاكل المشاكل أصلا في الدول الإيطالي ده اللي الناس في العالم كلهم بيش يشوفوه أو حتى اللاعبين بيش يهتموا إن هم يروحوه فيه منظومة فيه خالة الماء في المنظومة في الكبيرة الإيطالية هيحملوها المنشيني ويقولوها مش انت لا فيه خالة تعالى نساعد بعض ونصلح تفاصيل كثيرة جدا النهاردة بدأ الناس بسرعة أول ما قالوا سكلوش ماشي احنا عايزين سين وعايزين صاد وعايزين ضاد وعايزين فلان طب عايزينه مصري ولا عايزينه أجنبي ولا عايزينه إيه لا يا جماعة حزبة المدرب ما بتتحسبش كده مع كامل الاحترام لبعض الأسمان اللي ترحت الكسة بتبقى معايير حط لي معايير حط المعايير وبعد ما تحط المعايير ابدأ قول مين بقى اللي لايق على المعايير اللي أنا حطيت طب الكلام على اتحاد الكرة المصري حط معايير قول مثلا مثلا أنا عايز المدير الفني القادم لمنتخب مصر ينزل بمعدل الأعمار مثلا لخمسة وعشرين سنة مثلا أنا بقول مثلا اتحاد الكرة هو اللي هيبقى شايف في المنظام أكتر عايز المدير الفني لمنتخب المصر اللي جاي يكون مدرب هجومي مش مدرب له اتباع دفاعية مثلا عايز المدير الفني القادم لمنتخب مصر انه يكسبني كاس الأمام الأفريقية ويوصلني كاس العالم ويخلينا اصعد مثلا لدورة 16 في كاس العالم مثلا دي تم محاطق في المدرب عايز المدير الفني القادم لمنتخب مصر يبقى عنده شخصية قوية يبقى عنده شخصية مرنة يبقى اي معايير تحطها وبعد ما تحط المعايير دي تيجي تقول مثلا سين مش عايز أقولك لا سمع أقولك ولأ سمع بعض الفاصل سين عنده 3 معايير من الخمسة دول مش ممكن اللي بعده عنده 4 ده أحسن طيب اللي بعده لا عنده يعني معاييرين بس من المعايير دي فمش هيبقى كويس أو رغم من هو اسمي كبير وكل حيو بس مش هينفع معايا في الفترة دي دي المعايير اللي بتتحط لكن احنا دايما بنعمل ايه ما تيجي نجيب دوة ما ده شكل كويس ده بيعرف يضرب طب ده روح طب ده فنيات طب ده أصلي حماسي طب ده أصلي خبرة طب ده أصلي اللي كسبنا قبل كبير نقود نقول كل واحد يحط معايير ويمشي عليه بس اختيار المدرم مش بمعايير واحد بكذا معيار عشان ما يتحطش في الموقف اللي بنتحط فيه كل شوية بعد الفاصل قالوكم بعض الأسماء فيما يخص الترشحات للمدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني خليكم يا أهلا بحقاكم مرة أخرى زي ما تركم قبل الفاصل في أسماء ترحت على طاولة اتحاد الكرة بشكل سريع النهاردة بدون لسه المعايير اللي هيحطوها ويحطو عليها أسماء المدرمين وشوفوا مين كمان المتاح منهم مثلا مثلا يعني هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني ده اسم ترح اسم آخر ترح خليلوزيتش المدير الفني ليه المنتخب المغربي وأيضا من المدربين الكبار هو مستمر مع المنتخب المغربي ومفوض يلعب كسا عام بس بيقولون فيه مشاكل بينه وبين تحاد الكرة المغربي فهي دي بقى موجود معانا الفترة اللي جاية أسماء مصرية طبعا الكابتن حسام حسن ترح بكوة الكابتن حسن تشحاته دايما اسمه مطروح وبكوة دي الأسماء سريعا اللي ترحت هقول لكم أسماء كثيرة غدا وتفصيل أكتر عن الأسماء المطروحة ولكن دول الأبرزة الآن في هذه اللحظة مش شرط واحد فيهم هو المدير الفني المنتخب مصر بس بقول لك الأسماء اللي ترحت سريعا على طورة اتحاد الكرة اليوم وبكرة هيبقى في حلقة فيها تفاصيل كثيرة جدا عن المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني قبل ما اكتم حلقتي النهاردة لازم أتحدث عن مباراة كبيرة وممتعة جدا بين منشستر سيتي وليفربول النهاردة في ملعب الاتحاد المباراة خلصت اتنين اتنين في منتهى الإصارة منتهى المتعة بين الفرين كرة حقيقية هذه أقوى مباراة في العالم حاليا تخطط الكلاسيكو تخطط مباراة ريال مادريد وبرشلونة بقت أهم مباراة العالم كله بيبصلها الآن منشستر سيتي ما زال في الصدارة ب74 نقطة ليفربول في المركز الثاني ب73 نقطة فاضل سبع مباريات ليفربول وسبع مباريات لمانشستر سيتي هدف منشستر سيتي النهاردة وليفربول سجل أول كيفين دي براين في ديئة خمسة لمانشستر سيتي وتعادل ديجو جوتا في ديئة 13 وبعد كده تقدم خسفس في ديئة 36 لمانشستر سيتي وتعادل سادي ومانيه لليفربول في ديئة 46 بأسست محمد صلاح محمد صلاح النهاردة عمل أكتر من أسسته وأكتر من كيباص محترم جدا عمل مباراة محترمة جدا مباراة اكتكية محترمة جدا وكبيرة جدا نهاردة السبع المباريات اللي فاضلين ليفربول الصعاب هم طبعا توتنهام ومانشستر يونايت ليفربول هيواجه يومين ثلاثة وبعد كده مباراتين هيواجه توتنهام باية مباريات منشستر سيتي أو سبع مباريات من منشستر سيتي على الورق سهلين بس لما بنتكلم في الدول الإنجليزي مفيش مباراة سهلة انت ممكن تكسب النهاردة مباراة كبيرة جدا وتخسر مثلا من بيرنلي في الفترة اللي جاية بسهولة يعني بسهولة طيب تعال اقولكوا مباراة مانشستر سيتي المتبقية السبع مباراة لمانشستر سيتي المتبقية اول مباراة والبرهامتون تاني مباراة برايتون تالت مباراة واتفورد رابع مباراة ليتز يونيتد وخمس مباراة نيو كاسل وسادس مباراة وستهام يونيتد واخر مباراة لمانشستر سيتي في الموسم امام أستون فيلا ليفربول طبعا المواجهات في منتهى الصعوبة اول مباراة منشستر يونيتد وبعد كده ايفرتون اللي بيحاول يصارع للنجاة من الهبوط مباراة صعبة جدا ايضا ايفرتون لسه كذبان منشستر يونيتد نيو كاسل وبعد كده توتن هامي اللي فائي جدا مع كونتي أستون فيلا ثم ساوس هامتون واخيرا ويفر هابتون مباراة صعبة ابرزهم طبعا فرائي منشستر يونيتد وتوتن هام وايفرتون كمان بكرة هنتكلم كثيرا عن المدين الفني القادم لمنتخبنا الوطنية اشوفكم يا رب على الانت اشتركوا في القناة